أكد الشيخ خالد بن راشد الخليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة أن مبادرة فاعل خير لدعم المعسرين والمتعاثرين والتي تعد إحدى مبادرات الخطة الوطنية بحريننا تأتي امتدادا للأعمال الخير والمبادرات النبيلة المتجذرة في أبناء مملكة البحرين ونوهى مدير عام تنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية ودعمه للجهود المبذولة في مبادرة فاعل خير لتحقيق أهدافها المرجوة في تعزيز قيام التكافل الاجتماعي ونشر الخير وأوضح أن عدد المستفيدين من خدمة فاعل خير خلال عيد الأطحى بلغ تسعة وعشرين مستفيدا بقيمة مالية بلغت مئة وألف وتسعمائة وأربعة وثمانين دينارا فيما بلغ عدد المستفيدين منذ انطلاق الخدمة ألفا ومائة وثمانية وستين مستفيد مشيرا إلى أن مبادرة فاعل خير مستمرة طوال العام وليست مقتصرة على شهر رمضان فقط وذلك عن طريق التبرع باستخدام تطبيق إسلاميات أو تطبيق بنفت بي أو تطبيق السداد